داعش الإرهابي داعش الإرهابي وبرطلة كما بدأ في جمع الأدلة على الجرائم المرتكبة ضد الطائفة المسيحية في الموصل أيضا الفريق الأممي قام بتحديث تحقيقاته في تطوير الإرهابي للأسلحة الكيموية والبيولوجية واستخدامهم لها والهجمات على المكونين الإيزيدي والسني والإعدام الجماعي للسجناء والمعتقلين في سجن بادوش بالقرب من الموصل في يونيو 2014 والجرائم في تكريت وما حولها وتمكنت القوات العراقية عام 2017 بمساندة التحالف الدولي من محاصرة داعش على الحدود العراقية السورية شمال الفرات حيث أعلنت الحكومة وقتها هزيمة داعش والقضاء عليه نهائيا في العراق